إذا جار عليك جائر أو ظلمك ظالم إذا سلب منك حق أو سرق منك مال وأرد تحيير السارق وإجباره لإرجاع حقك فقرأ هذه الصورة سبع مرات بهذه الطريقة وأبشر بالفرج وشاهد عجائب قدرة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين السلام عليكم ورحمة الله لعشاق الطقوس النورانية ولمحب الطاقة الإيجابية والراحة النفسية للباحثين عن العلاج والجمال والتأمل والفخامة أهلا ومرحبا بكم في عالم مزق قطر الندى عالم يعج بأسرار الطبيعة الخفية حيث كل نفحة عطر وكل حبة بخور تنقلكم إلى أساطير الشرق الساحرة إلى أنفس وأفخر أنواع البخورات التي فيها ما تتجاوز قيمة وزنه ذهبا حيث لا تقاس الفخامة بالمال ولكن بندرة الوجود وعمق التجربة بخورات مرقية بالرقية الشرعية والأوراد الروحانية للعلاج الروحاني من السحر والحسد والعين لجلب الراحة النفسية ولتعزيز الطاقة الإيجابية لجلب الرزق والرواج التجاري والقبول والمحبة وتيسير الأعمال ولا ننسى جلسات العلاج والتطهير الفوري بالرصاص لإبطال كل آثار السحر والعين والطاقات السلبية ولتجديد وتعزيز الطاقة الإيجابية للمزيد من المعلومات ولطلبات يمكنكم التواصل على الموقع أو على الرقم المبين في الشاشة ومرحبا بكل طلباتكم العديد من الناس ممن يتعرض للظلم ولسلب الحقوق وللسرقة أو النصب أو الاحتيال أو الغيش سواء كانت لمال أو مجوهرات أو لحقوق أو لأوراق ويقف الإنسان عاجز أو حائر متألما متجرعا مرارة الظلم وانتهاك وسلب حقه منه ولا قوة في الدنيا لرد هذا الحق وإرجاعه له إلا الله سبحانه وتعالى وبسر آيته سورة من السور المعجزة من السور العظيمة والرفيعة القدر وطبعا كل كلام الله رفيع قدره ولكن هناك بعض السور لها خصوصية ولها قوة خارقة في تصريفات معينة ولا تخيب أبدا ولا شك ولا ريبة في نجاح استخدامها بشكل روحاني نوراني سورة لها عدة خواص وتصريفات ولا عدة ولا حصرة لتصريفاتها يمكن أن تأخذ منها ما شئت لما شئت للشفاء لقضاء الحاجة للنجاح للزواج للرزق للعمل للكشف لطرد وحرق السحر والشياطين لترحيل الجار السيء لعقد الألسن للراحة النفسية لتنوير البصيرة لرد الظلم واسترداد الحقوق ولتحيير السارق لن يهنأ ولن يهدأ له بال حتى يرجع إليك حقك بإذن الله وبسر سورة ياسين سورة الكرم والجود وجبر الخواطر ومسح دموع الحزن وسورة مسح دموع القهر والظلم سورة أحبها جدا وأستخدمها جدا ولن يخيب ولن تخيب استخدامتها أبدا هي قلب القرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الدافعة وهي القاضية الفائدة بسر سورة ياسين لكل من سلب منه حق أو سرق منه مال أو شيء مهم أو شيء يخصه إذا نصب عليك أحد أو اقترض منك مالا ورفض إرجاعه إذا انتهكت حقوقك أو ضع منك مال أو ورق أو مجوهرات أو أي شيء مهم واستصعب عليك معرفة من أخذه أو من سرقه إذا تعرضت لغش أو تزوير أو احتيال وعجزت عن كيفية رده وإرجاعه وهذه الفائدة من أعظم الفوائد المجربة لإرجاع الحق لصاحبه هي تحير السارق وتجبره على إرجاع ما سرق وقد تجعله يحضر ليعترف بأنه هو من قام بسرقة ولا يهدأ له بال حتى يرجع ما أخذ هذه الطريقة بسر سورة ياسين تجعل من سلب منك حق من إرث أو مال مقترض أو نصيب من حقك أو نصب عليك في شيء معين يقوم بإرجاع حقك لك رغما عنه ومهما كان يتهرب بإذن الله ولكن بين قوسين شرط النجاح وشرط نجاح الفائدة أن لا تكون أنت أصلا ظالم وأصلا أكل حقوق الناس أو سالبهم أو نصب عليهم في حق يعني فيما مضى لأن في هذه الحالة قانون العدالة الإلهية أو كما يسمى الكارما يتصرف وكما تدين تدان ولازم أنك تتوب إلى الله وترجع الحق لأصحابه حتى يرجع الله حقك إليك والطريقة هي أنك تكون على وضوء وتهارة تصلي لله ركعتين ثم تصلي على النبي مئة مرة وتستغفر مئة مرة وأنت في خشوع وتضرع لله تقرأ سورة ياسين وهذا بعد المغرب أو بعد صلاة العشاء لك الإختيار تقرأ سورة ياسين بالنية المطلوبة وأنت متوجه طبعا نحو القبلة ولما تقرأ تصل إلى كلمة مبين الأولى وفي الصورة طبعا كما نعلم سبع مبينات لما تصل إلى كلمة مبين الأولى تقرأ هذا الدعاء ولا تكمل بعدها بل وترجع من أول الصورة وتبدأ القراءة من الأول حتى تصل إلى مبين الثانية ثم تردد الدعاء مرة أو ثلاث مرات لك الإختيار ثم ترجع من الأول من أول الصورة وتبدأ بالقراءة لتصل إلى مبين الثالثة ثم تقول دعاء ثم ترجع من أول وجديد وتقرأ من أول الصورة إلى مبين الرابعة ثم تقرأ الدعاء وهكذا إلى أن تصل لمبين السابعة ثم تقرأ الدعاء وبعدها تصلي على النبي مئة مرة وتستغفر مئة مرة والدعاء هو اللهم بحق ياسين وبسر ياسين وبنور ياسين وببركة ياسين وبقلب ياسين وبما أنزلته على سيد المرسلين وبحق سلام قولا من رب الرحيم أن تأخذ لي حقي ممن ظلمني وتعدى عليه وأن ترد لي حقي منه وتريني فيه آية من آياتك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تداوم على الطريقة مدة سبعة أيام وفي نفس الوقت الذي حددته وبعدها سترى من عجائب صنع الله في تحيير السارق وإجباره حتى يرجع لك ما سرق أو في إرجاع ما سلب منك من حق أو مال أو دين مقترد وعودة حقوقك كاملة بإذن الله وبسر سورة ياسين وتنفع هذه الطريقة كذلك لترحيل الظالم أو الجار السيء هذا إن دومتها مدة أربعون يوم وأسأل الله العظيم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يرجع لكل ذي حق حقه وينصر كل مظلوم ويجبر كل قلب مكسور ويمسح دمعة كل محزون ويفرج هم كل مهموم ويحفظكم من كل الشرور فهو ولي ذلك والقادر عليه ودمتم في رعاية الله شكرا على المتابعة أحبكم السلام عليكم ورحمة الله وصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر